موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين الكرام حياكم الله إلى حلقة جديدة من حديث العاشرة ما أسباب استمرار الأزمات في المشتقات النفطية في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإيرانية وما دلالات التوقيت لافتعال هذه الأزمات من قبل الميليشيات الحوثية ألم يؤكد تقرير الخبراء بأن افتعال هذه الأزمات متعمدا من قبل الميليشيات الحوثية لبيعه في السوق السوداء التي يديرونها هذه الأسئلة وغيرها سأناقشها مع ضيفي هنا من مركز العاصمة الإعلامي الأستاذ عمار زعبل مرحبا بك أستاذ عمار مرحبا بك وبكل المشاهدين ونشكركم على هذه القضايا التي بالفعل تلامس هموم المواطنين سواء القاطنين في المحافظات الخاضعة للسيطرة الحوثي أو المحافظات الأخرى نعم مرحبا بك قبل أن نبدأ النقاش مشاهدنا الكرام نذهب إلى هذا التقرير ثم نعود ابقوا معنا المشتقات مشقة على المواطنين وشقاق بين الناهبين ذلك ما آل إليه الحال في جحيم الحوثيين فمن زعموا أنهم قادمون لمحاربة الجرعة جرعوا الشعب الويلات والمآسي التي فاقت في قسوتها أسوأ سيناريوهات التشاؤم المتخيلة قبل امتفاشة ميليشيا إيران وفيما شهدت أحياء متعددة في مناطق سيطرة الحوثيين حرائق ضخمة التهمت منازل المواطنين كاشفة عن مخزون هائل تخفيه القيادات الميليشياوية لتتحكم بالسوق السوداء تبقى المعاناة المستمرة شهدة أن نصيب المواطنين بالإضافة للحرائق وأماكن التخزين التي تهدد الأحياء امتظار إجباري للحصول على لترات من البترول أو استوانة غاز ضمن طوابير طويلة تتكبد معاناتها حتى النساء لتدخل اليمن موسوعة جينيس ولكن من بوابة الميليشيا السوداء افتعالوا الميليشيا لأزمة المشتقات وكما يعد وسيلة لتحقيق الثراء عبر السوق السوداء فإن الميليشيا وفقا لسياسة ممنهجة تستخدمه أيضا كسلاح تركيع وتحشيد وتحكم وهو ما تجل في استخدامها حتى لإصطوانة الغاز لإجبار أسر فقيرة على الدفع بأبنائها نحو محارق مأرب الحديث عن افتعال ميليشيا إيران للأزمات لم يعد مجرد أنين خافت للمسحوقين في مناطق سيطرة الميليشيا بل بات صوتا مدويا حتى في أروقة الأمم المتحدة ووفقا للتقرير الآخر للجنة الخبراء فإن الحثيين يخلقون ندرة مصطنعة للوقود من أجل إجبار التجار على بيعه في السوق السوداء التي يديرونها وجمع الرسوم غير القانونية المفروضة على المبيعات وبحسب التقرير ذاته فقد تبين أن نشاط توريد الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرات الحثيين مربحة للغاية لكثيرين ومن يشير لهم التقرير الأمامي كمستفيدين من معاناة الملايين لا يحتاج اليمنيون عناء تفكير للبحث عن أسمائهم فإثراؤهم السريع واللا معقول وشركتهم وعماراتهم واستثماراتهم التي برزت فجأة في عمق مأساة الشعب تفضحهم بجلاء واقعا ومواقع وأسماء وما خفي من استثمارات زعيم الميليشيا وناطقها والمقربين منهما أدهى من كل ما ظهر شكرا للزملاء الذين أعدوا هذا التقرير نبدأ معك أستاذ عمار منذ سيطرة الميليشيات الحوثية على العاصمة الصنعاء وهي تعيش في أزمات مستمرة هي والمحافظات الأخرى الخاضعة لسيطرة الميليشيات وحاليا الآن تعيش تقريبا منذ قرابة شهر أزمة خانقة وصلت الدب البترول إلى قرابة ثلاثين ألف ريال والدب الغاز وصلت إلى قرابة عشرين ألف ريال ما أسباب هذه الأزمة برأيك؟ الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثية على الشعب اليمني لا تتركز فقط على الجانب العسكري منذ البداية الجانب الاقتصادي هو الحاضر افتعال الأزمات بشكل عام خصوصا أزمات الوقود البترول الديزل أزمة الغاز المنزلي التي يعاني منها المواطن منذ سبع سنوات أسباب كثيرة منها من أجل الإثراء من أجل إدارة الأسواق السوداء العاصمة صنعامة كمثل البسيط أصبحت سوقا مفتوحا لبيع المشتقات النفطية وبأسعار باهظة أيضا هناك إثراء كبير لدى مشرفية الحوثي ظهور طبقة جديدة من التجار ومن الرؤوس الأموال كل هذه على حساب الشعب وعلى حساب هذه الأزمات وعلى حساب الأسعار الباهظة التي يتحملها المواطن سواء في صنعاء أو في بقية المحافظات نعم أستاذ عمر ونحن نتابع مركز العاصمة وأنتم مختصون في متابعة مثل هذه القضايا في العاصمة الصنعاء وغيرها قرابة شهر يعني ما أسباب هل هناك عدم تدفق مثلا لمادة البترول إلى العاصمة الصنعاء والمحافظة الأخرى أم هي أزمات متعمدة ومفتعلة متى ما أراد الحوثيون افتعالها يعني سواء كان متوفرا هذه المادة أو المشتقات النفطية أم لا الأزمة الأخيرة جاءت متوازية أو متوافقة مع تصعيدهم العسكري على محافظة مارب أيضا تحرك الحكومة الشرعية مع التحالف العربي من أجل استعادة الثلاثة مديريات ومديريات بيحان مديريات بيحان تعد من المديريات المنتجة للنفط كانت ضغطهم العسكري على محافظة مارب أيضا من أجل الجانب النفطي كانت هناك حرب إعلامية مسعورة في صنعاء وفي غيرها من المحافظات من أجل التحشيد إلى الجبهات رفض الجبهات بالمقاتلين إعطاء الغاز من أجل إيجاد مقاتلين أو الضغط على المواطنين وعلى الأسر اليمنية من أجل الدفع بمقاتلين أكثر أيضا إظهار مظاهر الغضب لدى اليمنين بأن محافظة مارب أو الحكومة هي التي تمنع وصول الإمدادات النفطية لهم على الرغم من أن المتايرة بالنفط أصبح سمة رئيسية لدى ميليشيا الحوثي قيادة الحوثي بعيدا عن كل الوسائل الأخرى مثلا من أجل أن تكون هذه الخدمة تقدم للشعب اليمني بعيدا عن الصراع بعيدا عن الحرب بعيدا عن الأمور الأخرى لكن ميليشيا الحوثي تريد أن تستخدم الوقود وتستخدم النفط سلاحا من أجل استمرار حربها على اليمني بكل الاتجاهات نعم أيضا هناك تحرك دبلوماسي كبير مؤخرا للحكومة اليمنية والتحالف لإعادة إدراج الميليشيا الحوثية على قائمة الإرهاب أليس افتعال مثل هذه الأزمات والحديث عن حصار من قبل التحالف كما يتحدثون ويتشدقون دائما هو أحد الأعذار لمحاولة إظهارهم كجماعة ناعمة أيضا ما الدوافع الرئيسية لإفتعال مثل هذه الأزمات الدفع الرئيسي كما قلنا في البدل هو السوق السوداء وهو الدرجة الرئيسية أيضا هناك أمر آخر كما قلنا هو التحشيد والتجنيد أيضا استثمار أو استغلال سيطرتهم على العاصمة الصنعاء وبقية المحافظات وإظهار أن الآخر هو من يتسبب بالأزمات الاقتصادية خصوصا التحالف العربي وإظهار المظلومية أن الموانئ وغيرها من المنافذ البرية أنها واقعة تحت الحصار وأيضا الدندنة حول هذا الموضوع أن اليمن في حصار مستمر على الرغم من أن هناك تضفق كبير للوقود وصول سفن محملة بالوقود إلى ميناء الحديدة ميناء الحديدة لم يتوقف أبدا خلال الفترة الماضية التحالف العربي من نفسه أعلن وصول أكثر من سفينة خلال الأشهر الماضية أو خلال يناير وخلال ديسمبر الوقود لم يتوقف أبدا وهي استوانة مشروخة كثيرا ما تلجأ إليها الميليشيا الحوثية باستخدام هذه الورقة للضغط داخليا والضغط أيضا على الجانب الخارجي وأيضا إيصال ما تدعي أنها مظلومية إلى الأمم المتحدة وإلى الدول الخمس وعلى غيرها من الدول من أجل الضغط على الحكومة الشرعية وعلى التحالف العربي لتحقيق أغراض سياسية قبل كل شيخ خصوصا أن هناك من يضغط من أجل الوصول إلى طاولة حوار أو طاولة مفاوضات ميليشيا الحوثية مؤخرا عبر أحد قياداتها تعلن رضوخهم أيضا للحوار وبنفس الوقت تستخدم هذه الورقة على الشعب اليمني الشعب اليمني هو الذي يتحمل كل إقراءات وكل ما تتخذه هذه الميليشيا سواء من أزمات أو من غيرها نعم لكن ألا يكذب هذه الميليشيات مثلا مادة الغاز المنزلي وهي من مارب ونراها تتدفق بشكل طبيعي ومستمر ويومي إلى هذه المحافظات منذ عام 2015 يعني لم تتوقف حتى يوم واحد رغم قطع الطرقات من قبل الميليشيات أو قطع بعض الطرقات إلا أن مادة الغاز تتدفق باستمرار إلى هذه المناطق فلماذا يعني وجود أزمة مادة الغاز المنزلي إذا كان عذرهم مثلا في المشتقة النفطية بأنها لم تدخل مثلا إلى الحديدة من أجل تمرير ما تدعيه خصوصا في الأشهر الأخيرة شهدت مداخل العاصمة صنعاء وبعض المحافظات المجاورة لها احتجاز الشاحنات المحملة بالغاز المنزلي والتي ترفض العاصمة صنعاء والمحافظات الشمالية المجاورة لها وهذا ما يدل على أنها تفتعل هذه الغازمات أيضا هناك شهود وهناك من المواطنين من تحدثوا أكثر من مرة بأن الأزمة تكون مفاقئة ومفتعلة بطريقة لا تستطيع الميليشيات الحوثية إخفاءها أو على الأقل عمل تزمين لها من أجل يشعر المواطن أنها حقيقية إنما تختفي من السوق فجأة ساعدهم على ذلك بأن أصبح توزيع الغاز عبر شبكة منظمة جدا تديرها القيادة العليا لجماعة الحوثي تنازلا قبل المشرفين نعم المشرفين وأيضا حاولوا أن يكون أكثر الموزعين والوكلاء شركة الغاز سيطرتهم على شركة الغاز ساعدهم على أن يعيدوا هيكلة هذه الشركة بما يتناسب توجهاتهم وسيطرتهم على العاصمة صنعاء أصبح الغاز له أكثر من أهمية وله أكثر من خدمة تقدم لهذه الميليشيا منها التقسس منها تسجيل التقنيد أيضا نعم التقنيد هذا شيء آخر أنها جعلت ترصد أو تعمل استبيان وتسجيل لكل سكان العاصمة من خلال الصوانة الغاز طبعا الإنسان بشكل عام سواء اليمني أو غيره لا يمكن أن يستغني عن هذه المادة خصوصا في منطقة مثلا منطقة أو نحن اليوم نعيش في القرن الواحد والعشرين من الذي يستغني عن أدوات الطبخ هذه الأزمات أوصلت إلى حالات اختناق إلى حالات قتل بسبب استخدامهم للمواد البديلة داخل المنازل عاصمة اليمنين اليوم يستخدمون مواد قد تكون عادمة أو لها أدخن عادمة مثل الكراتين يعني أي وأسبوع الماضي اختناق أسرة كاملة في دار سلم في العاصمة صنعاء بسبب استخدام هذه المواد أم وثلاثة من أطفالها أو اثنين من أطفالها يتوفون بهذه العواد بينما الثالث في العناية المركزة مثل هذه القضايا لا بد أن ترصد ولا بد أن تسجل بأن أزمات الغاز المنزلي ليس تداعيتها ليس في الجانب الاقتصادي فقط إنما في الجانب الإنساني في المحافظة على أرواح الناس أيضا هناك شيء آخر لم تقري أي عملية صيانة للأسطوانات التي توزع داخل العاصمة صنعاء أصبحت العاصمة صنعاء مخزنا للأسطوانات القابلة للانفجار في أي لحظة لأن شركة الغاز هي عدة قطاعات منها إحدى الشركات المتوقفة إلى الآن التي من عملها أن تكون صيانة الأسطوانات وإعادة تدوير أو إعادة أو إتلافها وشراء الأسطوانات الجديدة المواطن في صنعاء تصل الأسطوانات الغاز إلى 18 ألف وقد تكون هذه الأسطوانة التالفة وقد تعرض حياته وحياة أسرته للخطر قبل أسبوعين أيضا أحد البوافي في وسط صنعاء حدث فيها تسرب غاز وانفجار وسجلت وفاة عمال وأيضا إصابتهم بالسطوانات الغاز لا يمر شهر من الأشهر إلا وهناك حالات من حالات الانفجار والغاز داخل العاصمة صنعاء نعم سيد عمار ما أهمية تأكيد تقرير الخبراء الذي صدر مؤخرا بأن هذه الأزمات الأزمات المشتقة النفطية هي أزمات مفتعلة من قبل الميليشيات الحوثية لبيعه أو للضغط على التجار لبيعه في السوق السوداء وبالتالي ثم يأخذون منهم جبايات كبيرة جدا ونسب عالية وأيضا أكد التقرير بأن أهل الأسواق السوداء تديرها قيادات في الميليشيات الحوثية تقرير لقناة الخبراء المعني باليمن للعام 2021 هو فقط أثبت المثبت الذي يتحدث عنه اليمنيون منذ سبع سنوات أيضا التقارير سواء التقارير الحقوقية أو التقارير الصحفية أو التحقيقات الصحفية في هذه المجال أثبتت أن ميليشيات الحوثي من أول سيطرتها على العاصمة الصنعاء وعلى كل المحافظات استخدمت الوقود كمورد من موارد حربها على اليمنيين بلائين نستطيع أن نقول أنها تجني بلائين من الريالات ومليارات الدولارات من هذه الخدمة التي من المفترض أي سلطة أمر واقع أن تعمل على إيصالها إلى المواطن اليمني لا أن تتحول هي إلى بيوت تجارية وإلى رؤوس أموال وإلى أسواق فساد من أجل مزيد من الإثراء هذا الإثراء أيضا شكل خطورة كبيرة على اليمنيين إضافة إلى تهريبهم لمواد الوقود يتم تهريب الأسلحة معها يتم تسهيل كل الأمور الأخرى الخطرة على اليمنيين في تقرير الخبراء يلاحظ أنها ذكرت أرقاما قد تكون فقط المسجلة التي دخلت بطريقة قانونية هناك كميات من الوقود تدخل بطرق غير قانونية لأن أكثر من 70% من اليمنيين أو نستطيع أن نقول أكثر من النصف يعيشون لدى ميليشيا الحوثي ميليشيا الحوثي أيضا لا تعمل على تدوير النفط تدويرا عاديا كما في أي سوق من الأسواق إنما تعمل على تخزينه بكميات كبيرة جدا هناك وقاع تدل على أن من المنازل ومن الأماكن التي سيطرت عليها في العاصمة صنعاء معسكرات وغيرها حولتها إلى مخازن لتخزين هذه المواد بدرومات كبيرة جدا يتم فيها تخزين هذه المواد وبكميات كبيرة جدا قد تكون شركة النفط اليمني لا تمتلك المخزون الذي تمتلكه اليوم جماعات الحوثي أو قيادات معينة من قيادات الميليشيا في كل المحافظات التي الخاضعة لسيطرتها مثلا من الأدلة أن محافظة الذمار هي قاعدة من قواعد تخزين النفط النفط الذي ياتي إلى العاصمة صنعاء أو غيرها من المحافظات يتم تمريره إلى محافظة ذمار محافظة ذمار بدورها أو الميليشيا الحوثية التي تسيطر على المحافظة يتم توزيع هذه النفط سواء على ميليشياتهم وعلى آلياتهم العسكرية آلياتهم العسكرية لم تتوقف لأن الإمداد الوقود لم يتوقف عنهم بتاتا الكميات التجارية والكميات الإغاثية وأيضا المهربة أصبح المحافظات بشكل كامل تهرب إلى المحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثي مثلا حينما نذكر محافظة التعزم محافظة الضالع محافظة البيضاء شبوة حتى مارب عندما تكون أزمة في ملاطق سيطرة الحوثي يكون هناك نعكاسات على هذه الأزمة حتى في محافظة مأرب بسبب أن الناس يقوموا بتعبية السيارات ثم بالتشفيط وبالتالي أيضا أيضا لا نقف المحافظة الجوف أيضا من أكثر المحافظة التي يتم فيها انتعاش فيها الأسواق السوداء انتعاش السوق السوداء وإمداد الميليشيات الحوثية باعتبار أنها أيضا من الطرق الرئيسية التي تودي للعاصمة صنعا نعم إذن دعني أستاذ عمار الذهاب إلى ضيفي عبر الهاتف المهندس أنور العامري مدير عام مكتب النفط في محافظة الحديدة بش مهندس نرحبك في حديث العاشرة وبداية ما أسباب هذه الأزمات المستمرة في مناطق سيطرة الحوثيين يعني وخاصة ونحن منذ قرابة شهر الآن يعيش المواطن اليمني هناك أزمة خانقة يعني بعد وصول الدب البترو إلى أكثر من 30 ألف ريال ما أسباب هذه الأزمات برأيك؟ بالنسبة للأزمة المشتقات النفطية والغاز المنزلي في العاصمة المحتلة صنعاء وبقية المحافظات هناك ربما نستطيع القول بأن الأزمة هي تمثل حقيقة خاصة في صنعاء تمثل 20% فقط بينما تمثل 80% أزمة مفتعلة من قبل جماعة الحوثي الجماعة الحوثي تقوم بأخذ هذه الكمية التي تدخل بشكل دائم عبر المنافذ البرية ربما تم إيقاف الإدخال السفن عبر ميناء الحديدة وذلك بسبب عدم التزام المجيشة الحوثي بتوريد العائدات النفطية أو ترك العائدات النفطية في الحساب الخاص الذي المخصص لصرف رواتب الموظفين لذلك تم إيقاف إدخال هذه السفن ومنعها من قبل الحكومة وبالتالي تدفقت ولا زالت تتدفق كمية المشتقة النفطية التي تحتاج لها المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي ما زالت تدفق حتى الآن عبر المنافذ البرية فقامت الميليشيات بافتعال أو بفتح منافذ جمركية في هذه المنافذ البرية وقامت بأخذ جمارك إضافة ومن ثم بعد أخذ الجمارك والضرائب العائدات بالكافة التي ينهبوها في قيمة المشتقة النفطية الداخلة برا يقوم أيضا بإخفاءها وبيعها في السوق السوداء لمضاعفة أرباحهم مهندس أنور هل تدخل المشتقات النفطية والغاز المنزلي إلى المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثي بصورة منتظمة يعني ومعتادة أيضا وبالسعر المتعارف عليه وبالتالي الميليشيات الحوثي هي من تتعمد افتعال هذه الأزمات وترفع الأسعار إلى هذه الأرقام الباهظة بالنسبة لمشتقة النفطية كما ذكرت لك لا زالت حتى الآن تدخل وتدفق إلى المناطق التي الخاض على سيطرة الحوثي دون توقف وبنفس الكميات التي كانت تحتاجها هذه المناطق لا زالت الكميات تدخل بشكل يومي وبانتظام ولم يتم إيقافها أبدا وبالأسعار أيضا المناسبة التي ممكن أن تصل للمواطن بسعر مناسب جدا كما كانت في السابق بسعر ربما 8500 إلى 9000 ريال أستاذ أنور ألم تحصل الميليشيات الحوثية على مليارات الريالات كفارق بيع فقط لمادة البترول والديزل والغاز المنزلي وبالتالي تتحول هذه المبالغ إلى أسلحة توجه إلى صدور اليمنيين ما الدور الذي يجب على الجهات المعنية أو الدور الذي ينبغي أن تقوم به في وزارة النفط بحسب تقرير الخبراء الأمم المتحدة الذي صدر قبل أيام أكد الخبراء بأن الجماعة الحوثية جنت أكثر من 70 بليون ريال من عائدات النفط وإيرادات النفط ولا زالت أيضا هذه بالكامل غير الكميات التي يتم بيعها في السوق السوداء كل هذه الأموال بعضها يتم على العمل غسيل أموال فيه وتهريده إلى مناطق الخارج والبعض الآخر منه جزء كبير منه يستخدم للحرب في اليمن المهندس أنور العامري مدير عام مكتب النفط في محافظة الحديدة كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك أعود إليك أستاذ عمار لو نتحدث عنكم في مركز العاصمة هل لديكم أي رصد يشمل مثلا خلال العام الماضي كم كان هناك من أزمات افتعلتها الميليشيات الحوثية الميليشيات الحوثية على الرغم إذا عدنا إلى تقرير لقناة الخبراء يقول أنه في العام 2021 حدث شيء تصاعد من خلال تدفق الوقود إلى العاصمة الصنعاء أو إلى المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثية قال أنه أكثر من 65 من النفط المستورد يدخل إلى العاصمة أو إلى مناطق سيطرة الحوثية لكن عدد الأزمات التي افتعلتها ميليشيات الحوثية خلال الأشهر الأخيرة أكثر من 12 أزمة مفتعلة في شهر يوليو وشهر يونيو من 2017 شهد أكثر من خمس أزمات بعض الأزمات تستمر إلى عشر أيام بعضها إلى شهر في فبراير الماضي مع بداية تصعيدها إلى محافظة مارب استمرت الأزمة أكثر من شهر وهذا دليل على الإستغلال السياسي للإستغلال عسكري ومن أجل التحشيد ومن أجل التجريد بعض أزمات الغاز تستمر إلى ثمانية عشر يوما الميليشيات الحوثية بطريقة مفاجئة كما قطعت أو كما افتعلت الأزمة تعيد الضخ الأسطوانات إلى المواطن بشكل أيضا مفاجئ جدا وهو دليل على أنها تفتعل هذه الأزمات في العام 2020 رصدنا أكثر من 35 أزمة خلال العام بشكل متكامل خلال الأشهر العام مثلا في الشهر الواحد قد تفتعل الأزمة مرتين بداية الشهر وآخر الشهر في فترات من السنة مثلا في أشهر رمضان أو الأشهر الأربعة من رمضان حتى دي الحجة هذه تشهد أزمات متواصلة لأنها تستثمر حاجة المواطن للغاز في هذه الأشهر شهر رمضان يتم فيه استهلاك أكبر كمية من الغاز المواطن يضطر إلى شرائها بأكبر بأي سعر يكون في سوق السوداء أيضا مع الأعياد المواطن لا يريد أن يكون بيته خال من الغاز فيضطر أيضا للذهاب إلى الأسواق السوداء الميليشي الحوذي أصبحت تتاقر بمعاناة المواطنين وحاجتهم إلى أي سلعة كانت ومن السلعة الكبيرة التي يحتاجها المواطن طيلة العام هي سلعة الغاز أو الوقود سواء للتنقل أو للتشغيل خدماته الأخرى نعم أيضا تحدث بأن هناك أزمات تكون مفتعلة عادة مع التصعيد العسكري الذي تفتعله الميليشيات الحوذية في هذه الجبهة أو تلك هل رصدتم بالتحديد متاقمة الميليشيات بمثل هذه الأزمات عند التصعيد مثلا في محافظة مارب خلال العام 2021 وأيضا ما الذي تجينه من وراء التصعيد في هذا التوقيت تحديدا المحافظة مارب هي من المحافظات الأولى المنتجة للنفط أو المحافظات الشرقية بشكل كامل شبوة وحضر موت ومارب من أجل التغرير بالمواطنين أو بالحاضنة الشعبية في المجتمع أو نقول المجتمع القبلي في صنعاء ومحاول صنعاء والمحافظات الأخرى المجاورة لها تحاول التغرير بهم بأن السلطات في مارب السلطات المهلية والسلطات الشرعية هي من تحرمكم من وصول الإمدادات النفطية أيضا تفتعل في المنافذ أو تمنع دخول المشتقات إلى ملاك المحطات أكبر من يعاني اليوم في العاصمة صنعاء وفي المحافظات الأخرى هم ملاك المحطات أو رجال الأعمال في الجانب النفطي البترول والديزل أو حتى الغاز هم من أكثر ما الذي يعانيها أو لا؟ من خلال افتعال الأزمات ومن خلال هي مجبارهم مثلا على بيع الموضة النفطية هذه في السوق السوداء أو بيعها بأسعار مرتفعة جدا؟ لم تصبح السوق حرة أو السوق مفتوحة لممارسة أعمالهم إنما أي سلطة كانت سواء كانت سلطة أمر واقع أو حكومة أو غيرها جانبها يكون فقط إشرافي توفير ما يساعد على إيصال هذه الخدمة لكن ميليشيا الحوثي تحكمت بهذه الخدمة تحكما كاملا هؤلاء في بعضهم تكون لديهم خسارة أو تكون لديهم فائدة أيضا كبيرة جدا بحسب ما تريد الحوثي بعض الملاك المحطات أيضا وصلوا إلى بيع محطاتهم إلى ميليشيا الحوثي بعضهم أعلنوا الإفلاس أو الخروج من العاصمة صنعة ومحافظة أخرى منها محافظة الحديدة شهدت أيضا خروج بعض رجال الأعمال من من كانوا يمتلكون محطات بسبب تحكم ميليشيا الحوثي في هذا الجانب إذن بالطبع أستاذ عمر وهو ما أكد عليه تقرير الخبراء بأن السوق الصوداء أصبحت تديرها قيادات في ميليشيا الحوثي وإيضا إلزام ملاك هذه المحطات ببيعها بالأسعار التي تريد الميليشيا الحوثية ثم تأخذ بعد ذلك جبايات كبيرة على ضوئها أستاذ عمر لو تحدثنا عن تخزين الوقود وأنت تحدث بأن هناك تخزين سواء في المنازل أو في المعسكرات أو غيره ما الذي رصدتم أنتم في مركز العاصمة خلال الفترة الماضية في هذه الزاوية تحديدة الرصد يتم مثلا في بعض المنازل وفي بعض المقرات التي كانت مقرات حكومية هناك توقف لدى ميليشيا الحوثي بتهيئة وصيانة كل مبنى حكومي فيه بداريم أرضية من أجل هذه العملية التخزينية التي يشرف عليها قيادات كبيرة من ميليشيا الحوثي وغيره أيضا من القيادات التي تشرف على هذا المورد الذي يعتبرونه موردا مهما لهم هذه الكميات الكبيرة من المخزون النفطي تضخ إلى الأسواق بشكل متقطع جني الأرباح الطائلة منها أيضا الضغط من أجل إدخال كميات أخرى فهم يحتاجون إلى أن تكون لديهم أماكن كثيرة جدا لإستيعاب هذه الكميات وهما يهدد بالكارثة على السكان على المدنيين أن تتحول بعض المباني داخل الأحياء وداخل الحارات إلى قنبلة قابلة لانفجار بأي لحظة شهدت العاصمة خلال العام الماضي حرائق كبيرة وفي أحياء متضة بالسكان وكان هناك ضحايا لكن للأسف الشديد لغياب الجانب الحقوقي وغياب الجانب الإنساني والغياب الإعلام المحايد الذي ينقل الصورة كما هي كثير من الضحايا لم توثق أو لم تخرج أسماهم إلى وسائل الإعلام الحرائق التي تسببت هي الأسواق السوداء والتخزين العشوائي الذي له تبعات كثيرة جدا حتى على المستقبل نعم سيد عمر إذن دعنا نذهب إلى فاصل قصير مشاهدنا الكرام فاصل قصير ثم نعود لإكمال هذه الحلقة ابقوا معنا عدنا لكم من جديد مشاهدنا الكرام في هذه الحلقة من حديث العشرة سيد عمر لو تحدثنا عن الإيرادات التي تحصل عليها الميليشيات الحوثية من الوقود بدءا ونحن نعلم أن محمد عبد السلام ناطق الجماعة هو من أحد كبار التجار والموردين للنفط ويقال بأنه حتى سفن إيرانية يقوم بثوريدها مرورا بالحديدة وسيدرتهم على ميناء الحديدة وهناك أيضا الجمارك كما تحدثت تقرير الأممي بأنه خيال عام 2021 فقط سبعين مليار كانت الجمارك والضرائب على المشتقة النفطية فقط يعني سبعين بليون سبعين بليون أيضا بعد ذلك تحدثت تقرير أن هناك أيضا جمركة أخرى في المنافذ البرية في مداخل العاصمة أو مداخل بعض المحافظات لو تحدثنا عن الإيرادات التي يحصل عليها الحوثيون من المشتقة النفطية هناك جزئية جميلة جدا لو تستغل في الجانب الحقوقي ولو أيضا جماعات الضغط تشكل على الأمم المتحدة على ميناء الحديدة بذات سبعين بليون ريال يمني ليس بالرقم الصغير أو بالرقم الهيئي تهرب بليشيا الحوثي من دفع الرواتب لليمنيين إلى اليوم على الرغم أن هناك اتفاق أو جزئية في اتفاق الحديدة اتفاق السوكولم أن يتم ثوريد الإيرادات إلى البنك المركزي اليمني فرع الحديدة تقرير لقنة الخبراء قال سبعين بليون ريال فقط من الجمارك والضرائب التي تدخل من الحديدة من الوقود فقط ما بالك في بقية السلع وبقية الأشياء التي تدخل إلى الميناء مبالغ مهولة جدا من الأموال الصعبة لأن هذه تتحول إلى أموال صعبة من أجل الاستيراد هذه تدخل إلى تعود إلى ميليشيا الحوثي لو تستغل هذه الجزئية دوليا ويتم الضغط فيها من أجل إداخل الميليشيا الحوثي من أجل أن لا يتدفق هذه المبالغ إلى قيوب هذه الجماعة أيضا النقاط الأمنية التي تبدأ على بعد أمتار من البناء وصولا إلى الصنعاء أو إلى بقية المحافظات مبالغ 37 ريالا على اللتر الواحد أكثر من 10 ألف لتر في اليوم أو 10 ألف طن يدخل في المحافظات يعني مبالغ مالية كبيرة تقنيها الميليشيا الحوثي بعد ذلك عملت نقاط جمهوركية غير النقاط الأمنية النقاط الجمهوركية تتحصل منها أيضا ضرائب لدى البائعين لدى ملاك المحطات هناك ضرائب وأيضا تفرض عليهم قبايات تفرض عليهم إتاوات طول السنة مؤخرا حاولت أو استطاعت بالفعل أن تفرض على بعض المحطات في العاصمة الصنعاء من أجل تمويل فعاليات متكاملة من الفعاليات الطائفية والفعاليات الشعيرية تقليدا للنظام الإيراني أقامها تقار يعملون على استيراد النفط وبيعه للناس لأنها تدرك كمية الأرباح التي تقنيها هي أولا ثم يقنيها من يبيعون هذه السلع للمواطن اليمني الذي يدفع كل ذلك أسأل أمر لكن هل نستطيع القول بأنه تبقى هناك تجار يعني لا ينتمون إلى هذه الجماعة أو لا يولنون الجماعة بشكل كبير أصبع يعني عد بإمكانهم المتاجرة في عملية البيع والشراء في المشتقة النفطية أم هي قد أصبحت شبه مخصخصة لصالح الجماعة الحوثية يعني ميليشيا الحوثي سيطرت على قزء كبير من هذه القطاع ومن هذا القطاع منذ البداية بتأسيس شركات جديدة أو بالدخول بشركات مع الشركات السابقة طبعا رأس المال جبان إما يرحل وإما يتأقلم مع الوضع الجديد ويدفع مال الإتاوات والضرائب التي تفرض عليه بشكل كامل مثلا تقرير لقنة الخبراء السابق كان قد أتهم بعض شركات ورؤوس الأموال التي ما زالت تعمل في مناطق سيطرة الحوثي أنها هي التي كانت تسهل بوصول مادة مواد الوقود بشكل كامل خصوصا مادة الديزل وعندما نتحدث عن مادة الديزل هي من أكثر المواد التي تستخدم في الأليات العسكرية وهذا يأتي من الأسباب الرئيسة لتخزين مادة الديزل وعدم وصول هذه المادة إلى المزارعين ورغم أن أكثر المحتاجين إلى هذه المادة هم المزارعين سواء في المحافظات الشمالية أو في محافظة الحديدة وغيرها من المحافظات الزراعية نعم أستاذ عمار من خلال رصدكم ومتابعتكم المستمرة في العاصمة الصنعة وتحركات الميليشيات فيها وكل الجرائم التي تقوم بهذه الميليشيات من هم هوامير النفط التابعين للميليشيات؟ منذ الاستيراد وصولا إلى العاصمة الصنعة وأبرز من يقوم بالمتاجرة بهذه المادة؟ ميليشيات الحوثية استحدثت شركات جديدة وأدخلتهم لهذه السوق المربحة جدا لو تتذكرون ونتذكر اليوم نحن نتحدث عن النفط نتذكر الصحفي محمد العبسي لأنه فتح هذا الملف وأيضا كانت له تحقيقات في هذا الملف تتصل بمحمد عبد السلام الناطق الرسمي للميليشيات الحوثية الذي يتخذ للأسف الشديد من سلطنة عمان الشقيقة مقرا له وحينما نلاحظ في الموقع القغرافي لسلطنة عمان على المحيط الهندي وهناك الميليشيات الحوثية شكلت شراكات مع شركات إيرانية ومع غيرها من أجل تدفق هذه الكميات الكبيرة من الوقود لأكثر من 65% أيضا ميليشيات الحوثية تحاول أن توصل أن أكبر نسبة من استهلاك الوقود هي في المحافظات التي تسيطر عليها على الرغم أن الآلاف أو مئات الآلاف من المواطنين اليوم أصبحوا يعيشون في المحافظات المحررة لكن كون أن المحافظات المحررة لا يتم فيها التخزين ولا يتم فيها احتكار هذه المواد ترفع للتقارير الدولية أو منظمات الدولية أن الاستهلاك الأكبر هو في صنعه وفي بقية المحافظة وهي ما تستثمره الميليشيات الحوثية لصالحها على الرغم أنها هي التي تقوم بتخزين هذه المواد إخفاءه عن المواطن واستخدامها كورقة للابتزاز بين الحين والآخر وللاستثراء أيضا وتشكيل هذه الشركات أستاذ عمر إذن انعكاس وتدعية هذه الأزمة على المواطن اليمني المغلوب على أمره الذي لم يعد أمامه خيار سواء شراء هذه المواد رغم الأسعار الباهظة فيها المواطن في الأول والأخير هو الذي تتراكم عليها هذه الأزمات الأزمة التي تظهر الآن والتي تطفع على السطح دوما هي أزمة الغاز المنزلي الأزمة الاقتصادية التي طحنته في صنعه وفي غيرها من المحافظات انقطاع الرواتب أو نهب الرواتب إلى الآن أثرت على قدرته الشرائية الإضطرار هو ما يدفعه أن يكون دخله الشهري أو اليومي من أجل البحث عن مادة الغاز أو مادة البترول البترول أيضا يؤثر على عملية النقل ارتفاع الأسعار المواد المنزلية في صنعات عاني من ارتفاع في أسعار المواد المنزلية على عكس ما يقال في وسائل الإعلام أن هناك انخفاضا في أسعار المواد الغذائية لأن انعدام النفط الجمارك الباهظة جدا وأيضا المتعددة أو المركبة في أكثر من مكان أن يضطر التاجر أو المستورد أو البائع أو غيره إلى رفع السلعة فتكون سلعتها كبيرة جدا أو تصل إلى المواطن بسعر كبير جدا سواء المواد الغذائية المستهلكة يوميا أو غيرها من المواد إذن نستطيع القول السيد عمر بأن الميليشيات الحوثية الإيرانية ألهت المواطن اليمني فقط للبحث وراء دبة الغاز أو دبة البترول لإشغال عن أي تفكير آخر بحقوق التي نهبتها بكل المستويات هناك هو واسع اليوم هو واسع بين الطبقة المتحكمة بالوضع في صنعاء أو غيرها من المحافظات والمواطن هذا يلاحظه أي مطلع على الوضع أن هناك طبقة كبيرة من التي حول الميليشيات الحوثية لا يشعرون بالأزمة الاقتصادية الطاحنة وهو مساعدهم على استمرار هذه الحرب أيضا سيطرتهم على كل هذه المفاصل ومنها الضرائب والجمارك وغيرها المواطن لا حيلة له إلى اليوم للتحرك أو حتى وإن وجدت بعض الأصوات المناهضة لهذا الأمر هناك المرة الأولى تشهد العاصمة صنعاء حراكا بداخل التجارة والغرفة التجارية ووصلوا إلى أكثر من قرار اضطرت الميليشيات الحوثية أن تخضع للتجار كان هناك إضراب بدأ يشل الحركة الاقتصادية في عمل على حله في تلك الفترة كما قالت وسائل إعلام الحوثي نفسه زعيم الميليشيا الذي تدخل وعنها هذه الأزمة التجار بأيديه بشيء ويستطيع العمل شيء في صنعهم ما يحتاج هو فقط كسر حاجز الخوف من الميليشيا الحوثية والتحرك من أجل لقمة العيش ومن أجل ما تسببته هذه الميليشيا على حياة المواطن اقتصاديا وصحيا وعلى كل المستويات إذا نسأل عمار كلمة أخيرة تريد أن تضيفها في هذا اللقاء حول الموضوع الميليشيا الحوثية لابد أن يتم الضغط عليها من أجل أو تحرير الوقود وداخل العاصمة صنعها وإلى المحافظات الأخرى أن تعود لتدفق هذه المواد أن تدفق بكل سلاسة وأن تصل إلى المواطن هي وأيضا المواد الاستهلاكية المواد الغذائية لابد الضغط في هذا الجانب لابد من إيصار رسالة للمبعوث الأممي بأن يكون ميناء الحديدة حرا إعلانه منطقة حرا لدخول كل البضائع من أجل التخفيف على المواطنين تحرير الوقود أو عمل مناقصات ليتم أن تكون هذه الكميات أو المشتقات النفطية ليست متحكمة بها وحكرا على الشركات المستحدثة أيضا لو يتحرك للجانب وزارة الشؤون القانونية أو الحكومة الشرعية من أجل إيقاف أي شركة مستحدثة للنفط بعد 2014 ووضع المناقصات للشركات اليمنية التي كانت قبل عام 2014 كما يتم التفاوض على كثير من القضايا على ما قبل 2014 ليتم التفاوض أيضا على ما يخص الجانب الوقود أيضا لا بد أن يتم رقابها على الكمية الغاز التي تصل عبر شركة الغاز أو عبر شركة النفطة اليمنية أن يتم توريد كل هذه ما يتم إلى صنعاء وغيرها إلى البنك المركزي بوفق أي آلية تراها الحكومة وبالتوافق مع التحالف العربي أو الأمم المتحدة نعم من مركز العاصمة الإعلامي الصحفي أمار زعبل شكرا جزيلا لك على ما تبضلت به شكرا جزيلا لك على ما تبضلت به ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة